السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا إعدادات جهاز الحاسب إعدادات الشاشة في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي أيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية تغيير مظهر شاشة العرض في أجهزة الحاسب الآلي أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يعرف الطالب والطالبة الشاشة في جهاز الحاسب الآلي ثانيا أن يغير الطالب والطالبة مظهر شاشة العرض في جهاز الحاسب الآلي أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في درسنا السابقة هيا تذكروا معي في درسنا السابقة تعلمنا كيف نقوم بتغيير التاريخ والوقت في أجهزة الحاسب الآلي التي لدينا قلنا كيف نغير التاريخ والوقت في أجهزة الحاسب الآلي أحسنتم قلنا من قائمة إبدأ ننقر على ماذا؟ ننقر على إعدادات إذن لدينا إبدأ ثم إعدادات ثم ماذا؟ ننقر على ماذا؟ نختار إعدادات الوقت واللغة بعد ذلك الخطوة الرابعة ما هي؟ أختار التاريخ والوقت بعد ذلك إلى أين أتجه؟ أتجه إلى التأكد من صحة التاريخ والوقت الموجود على جهاز الحاسب الآلي الذي لدي إذن هذه الخطوات التي تعلمناها في التعرف على صحة التاريخ والوقت التي توجد على أجهزة الحاسب الآلي التي لدي بعد ذلك إذا لم يكن التاريخ والوقت صحيح ماذا أفعل؟ أحرك الأسهم التي توجد بجانب أيقونات التاريخ والوقت كما نرى هذه الأسهم الصغيرة نقوم بتحريكها حتى نصل إلى التاريخ والوقت الصحيح مرة ثانية نعيد الخطوات خطوة خطوة لكي نتعرف كيف نستطيع تغيير التاريخ والوقت أولا من قائمة ابدأ أين توجد قائمة ابدأ؟ أحسنتم في شريط المهام بعد ذلك أنقر على أعدادات بعد ذلك أختار ماذا؟ أعدادات الوقت واللغة نقرنا عليها إلى أين أتجه بعد ذلك؟ أتجه إلى التاريخ والوقت بعد ذلك أتأكد من ماذا؟ من صحة التاريخ والوقت الموجود إن لم يكن صحيح ماذا أفعل؟ أبدأ بتصحيح التاريخ والوقت عبر هذه الأسهم الصغيرة التي توجد في أيقونات التاريخ والوقت حيا لنراها ولنتذكرها عمليا أولا قلنا لدينا التاريخ والوقت أين يوجد؟ لدي هنا شاشة سطح المكتب أين أجد التاريخ والوقت؟ أحسنتكم كما قلنا في دروسنا السابقة نجده في شريط المهام كما نرى هنا هذا هو التاريخ والوقت قلنا إذا نقرنا نقر واحدة يظهر لنا التاريخ والوقت في هذه اللحظة كيف أغير إذن التاريخ والوقت؟ هيا نرى أو نتبع الخطوات التي قلناها قبل قليل من إبدأ أنقر على إبدأ إبدأ يوجد في شريط المهام بعد ذلك أختار إعدادات نتهجأها جيدا إعدادات بعد إعدادات أختار اللغة والوقت أنقر عليها بواسطة الفأرة بعد ذلك التاريخ والوقت بعد ذلك أرى التاريخ والوقت هل هي صحيحة؟ أل لم تكن صحيحة؟ أبدأ بتعيين التاريخ والوقت وأبدأ بالتغيير كيف أغيرها؟ من خلال الأسهم الصغيرة التي تظهر عند أيقونة التاريخ والوقت وأبدأ بتغييرها إذن أنقر على هذه الأسهم الصغيرة حتى أستطيع تغييرها قوموا بالتدرب على تغيير التاريخ والوقت أكثر من مرة قلنا أن التاريخ والوقت يوجد في شريط المهام كما نرى هذا هو الشريط الممتد في شاشة سطح المكتب نجد التاريخ والوقت هنا في الأسفل كما نرى إذن نتدرب أكثر من مرة حتى نستطيع إتقانها بعد ذلك تكلمنا عن إعدادات الشاشة وقلنا شاشة جهاز الحاسب هي من ماذا؟ وحدات الإدخال أم وحدات الإخراج؟ أحسنتم هي من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي بواسطتها ومن خلالها نستطيع ماذا؟ رؤية عرض النصوص إذن الشاشة من خلالها نرى النصوص أو تعرض النصوص المكتوبة لنا أيضا من خلالها نستطيع عرض الصور أيضا من خلال الشاشة نستطيع عرض مقاطع الفيديو إذن هي من وحدات الإخراج الإخراج في جهاز الحاسب الآلي نستطيع أن نرى العروض والنصوص والصور من خلالها كيف نتحكم في شاشة العرض؟ إذن هيا نتذكر كيف تحكمنا في شاشة العرض باستخدام الفأرة أنقر بالمفتاح الأيمن على مكان فارغ في سطح المكتب أي مكان فارغ أنقر عليه بواسطة الفأرة بالمفتاح الأيمن من الفأرة بعد ذلك تظهر لي هذه القائمة أختار منها تخصيص نتهجأها جيدا تخصيص بعد ذلك من تخصيص أختار إذفاء طابع شخصي بعد ذلك أنتقل إلى الاختيار بين مجموعة من هذه الصور أستطيع أيضا أن أختار من الصور التي قمت بتخزينها سابقا في جهاز الحاسب الآلي لدي إذن أستطيع الاختيار من الصور الموجودة أو من الصور التي قمت أنا بتحميلها وتخزينها في جهاز الحاسب الآلي لدي كما نرى نختار من أي صور نريد هيا نتذكرها أيضا عمليا كما تذكرناها على الشاشة قلنا لدينا هنا شاشة سطح المكتب نرى هذه صورة العرض كما نرى هذه هي صورة العرض نستطيع أن نغيرها كيف ذلك أقف في مكان فارغ هذا هو السهم هنا وقفت بواسطة الفأرة زر الفأرة الأيمن أنقر عليه أختار كلمة تخصيص تخصيص تهجوها جيدا بعد ذلك أستطيع أن أختار من بين الصور المعروضة لاحظوا هذه صورة السابقة أستطيع أن أختار من بين هذه الصور اخترت هذه الصورة بعد ذلك بواسطة إغلاق نرى كيف تغيرت الصورة تعرفنا كيف نغير صورة شاشة سطح المكتب أو صورة العرض في شاشة سطح المكتب ماذا سنتعلم اليوم إذن؟ سوف نتعلم شيء جديد ما هو؟ تغيير حجم الخط أيضا نستطيع أن نغير حجم الخط البرامج التي توجد لدينا والملفات التي قمنا بتحميلها في أجهزة الحاسب الآلي كيف نستطيع تغيير حجم الخط؟ هيا نتدرب لدينا هذه الصورة الأولى والصورة الثانية نرى في الصورة الأولى الرقم 2 نراها بحجم صغير بينما في الصورة الثانية جعلنا الرقم 2 بحجم كبير هذا هو اسم الملف الذي قمت بتسميته أسميت هذا الملف الرقم 2 كما نرى الفرق في حجم الرقم 2 بين الملفين كيف استطعت جعل هذا الرقم في الصورة الأولى الصغير وفي الصورة الثانية كبير كيف استطعنا ذلك؟ هذا ما سنتدرب عليه في هذا الدرس هيا نتعرف الآن كيف نستطيع تغيير حجم الخط بالتطبيق العملي هيا تطبقوا عمليا أعزاء الطلاب والطالبات خطوة بخطوة حتى نستطيع إتقانها أولا من إعدادات نرى هنا ننقر على إعدادات بعد ذلك نختار سهولة الوصول حاولوا تهجئتها سهولة الوصول ننقر عليها بعد ذلك كما نرى هنا تكبير النص نرى حرف الأي الصغير وحرف الأي الكبير إذا جاء المؤشر عند حرف الأي الصغير يكون الخط صغيرا أما إذا نقلنا المؤشر إلى حرف الأي الكبير نرى لاحظوا كيف يكبر حجم الخط لاحظوا كيف قمنا بتكبير حجم الخط إذا اخترنا الحجم المناسب لنا ننقر على تطبيق ننتظر قليلا بعد ذلك لاحظوا كيف حجم الخط أصبح كبيرا نستطيع التأكد من الخروج نرى كيف أصبح حجم الخط كبيرا تدربوا عليها أعزاء الطلاب والطالبات عدة مرات حتى تستطيعوا إتقانها وتستطيعوا أن تجعلوا الخط كبيرا أو تجعلوا الخط صغيرا هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا لدينا نشاط صغير هيا نقرأ نشاطنا لدينا النشاط رقم 1 في صفحة 338 رتب خطوات تغيير مظهر سطح المكتب الخلفية هيا نرتبها خطوة بخطوة أولا الرقم 1 على أي عبارة نكتبها؟ أحسنتم أن نقر بمفتاح الفأر الأيمن على مساحة فارغة في سطح المكتب أولا ننقر على مساحة فارغة في سطح المكتب بواسطة المفتاح الأيمن بعد ذلك أختار الخلفية المناسبة أم أختار تخصيص؟ أحسنتم نختار كلمة تخصيص نكتب الرقم 2 عند عبارة اختيار تخصيص بقي لدينا ثلاثة أحسنتم نختار إذن الخلفية المناسبة أيضا لدينا النشاط رقم 2 ضع العلامة في الصفحة رقم 339 ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي الشاشة من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب هل هي من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب؟ أم الإدخال؟ تذكروا جيدا أحسنتم هي من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب الآلي أيضا في النشاط رقم ثلاثة العبارة رقم اثنان يمكن تغيير اعدادات الشاشة ومظهرها الخارجي هل فعلا قمنا بتغيير اعدادات الشاشة؟ أحسنتم تعلمنا ذلك إذن هذه العبارة صحيحة رقم ثلاثة حجم الخط لا يمكن تغييره على شاشة الحاسب بلى نستطيع تغييره ولقد تعلمنا اليوم كيف نقوم بتغيير حجم الخط إذن هذه العبارة خاطئة نضع علامة خطأ الآن لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته